السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع الفيديو التاسع من سلسلة فيديوهات استخدام الكابتال لترز في امتحان البيتي اكاديميك خلونا نبدأ على طول الالقاب المدنية والعسكرية والدينية والمهنية إذا كان اللقب مكتوب هون على سبيل المثال ومباشرة وراه كان اسم الشخص في هاي الحالة فقط هذا التايتل أول حرف منه بيكون كابتال إذا ما في عندي اسم هون خلص بيكون كله سمول لترز خلينا نشوف الأمثلة عشان نوضح الصورة نشوف الجملة الأولى هون رتايرد بروفيسور توت أور كلاس تودى هون خلينا نقول البروفيشنال تايتل اللي هي بروفيسور اسمها المهنية زي دكتور انجينير تيتشر الى آخره فهون بروفيسور ما تبعها اسم البروفيسور هذا فبالتالي البي عندي اسمول لتر وليست كابتال نشوف الجملة رقم اثنين I believe that بروفيسور جون لين was scheduled to teach this class لاحظوا هون عندي بروفيسور تبعها اسم البروفيسور مباشرة يعني followed by the person's given name فهون البي كابتال حتى اسم الدكتور كل مقطع منه بأول حرف بيكون كابتال لتر نشوف مثال ثاني الجملة الأولى عندي هون اللي هي the president of the United States طبعا اليو والاس كابتال اكيد عارفينها was richard نيكسون لاحظوا هون president ما تبعها اسم الرئيس مباشرة بينما الرئيس كان مكتوب اسمه هون فخلص اسم الرئيس كابتال بينما president اللي هي professional title حرف البي ما كان عندي كابتال كان small letter بينما هون 1972 president richard نيكسون visited china china اكيد السي كابتال ما ننزاش هون عندي هاي ال professional title ومباشرة اسم الرئيس اللي هو richard نيكسون فكان عندي حرف البي كابتال لتر بتمنى تكون البلاحظة واضحة خلونا الآن نروح للأمثلة مباشرة هذا المثال من نوع SST طبعا احنا الآن مع تقدمنا بالفيديوهات بتقل خلينا نقول أهمية الفيديوهات هاي من حيث احتمالية ظهورها بالامتحان طبعا يعني هاي الاقل استخداما الاكثر استخداما اللي هي الفيديوهات اللي بالبداية فخلونا الآن نسمع هاي الجملة من نوع SST 3 2 1 كمان مرة شكرا لكم جميعا لتأكد هذه الفيديوهات اللي هو اسم العالم الاجتماعي هذا بما انه فبما انه الـ الـ اجا مباشرة بعد الـ فهونا السوسيولوجيست حرف الـ كان عندي كابيتال لتر خلينا نروح نشوف مثال آخر هذا المثال من نوع write from dictation نحاول نمسك اكبر عدد ممكن من الكلمات اللي نسمحها في الجملة 3 2 1 ستودينس 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 اوكي فهونا عندي ستودينس وعندي هون نيو بوكس باي بروفيسور جونس الـ الـ كابيتال ليش لانه تبعها مباشرة اسم البروفيسور او برضو كمان اذا انا كنت محتار اهم شي طبعا اعرف اكتب بروفيسور صح كاملا لاحظون هون في عندي دابل اس اذا كنت محتار انه هل هي كابيتال او سمول باكتب الحالتين وباكتبهم جن بعض يعني هي كتبت هون كابيتال باجه هون برضو باكتبها مرة ثانية بتكون برضو بسمول لتار والسوفتوير رح يختار الصح اللي بينهم ويتجاهل وجود الكلمة الغلط الان مثال من نوع اس اس تي 3 2 1 او باكتبه اوكي, it was philosopher Thomas, لاحظوا هونه Thomas اجا قبلها التايتل مباشرة فهونه philosopher P capital letter, it was the philosopher Thomas who came up with the thought experiment. هسه ممكن انا اقول it was the professor Thomas مش ضروري ان اكمل الجملة تمام بكفي لانه السؤال هذا SST ننتقل لالتالي برضو سؤال SST 3 2 1 كمان مرة Australia first began to adopt a policy of what minister of immigration said اوكي استراليا بطبيعة الحال اول كلمة capital letter, ولاحظوا هون عندي the minister of immigration وزير الهجرة كما قال وزير الهجرة هون minister of immigration ما تبعها اسم الوزير ولكن ولكن كونه احنا منحكي الان عن وزير معين اللي هو وزير الهجرة في استراليا فهذا يعتبر هون الام كابيتل هون حالي خنقول مختلف شوي عن الامثل اللي شفناها قبل ليش? لانه احنا قاعدين الان متكلم عن وزير اه معين بحد ذاته مش قاعدين نحكي بشكل عام فهونا تعتبر منستر اوف اميجريشن البعض بيعتبرها اه لا خلص لازم تكون اه سمول لتر في اه معاهد هيك في معاهد هيك ولكن احنا منحطها كابيتل لتر زي ما احنا شايفين هون وزي ما حكينا كمان بالامتحان اذا كان السؤال مثلا write from dictation وكنت محتار ممكن اني اكتب هيك او هيك مش راح تأثر هذا المثال الان من نوع write from dictation خلونا نسمع 3 2 1 بده انتقل للاجابة اوكي عندي هون فقط اول حرف بالجملة you must inform your professor هلا هون ما حكينا ايش اسم البروفيسور فبالتالي نعتبر common noun وحرف البي اللي هو بداية اللي التايتل بيكون small letter you must طيب الان خلينا نشوف there are two exceptions of this rule when someone is introduced or addressed by their title the title is capitalized يعني زي ايش خلينا نشوف ladies and gentlemen here is the general هون احنا قاعدين منشير الجنرال هون ما اجه بعديها اسم من هو الجنرال هذا ولكن احنا قاعدين منشير اله فهو يعتبر هون proper noun here is the general قاعدين منقدم هذا الجنرال تمام فبالتالي هون الجنرال الجي كابيتل نشوف مثال ثاني thank you general الان هي المتحدث او المتكلم قاعد بوجه الكلام للجنرال فبالتالي هون يعتبر proper noun for your analysis of the situation فهون احنا قاعدين منتكلم عن جنرال معين فهو يعتبر proper noun اسم معروف او اسم مميز فبالتالي اول حرف بيكون capital letter خلونا الان نسمع المثال التالي three two one so professor could you say a bit more about this psycho geography لاحظوا هون اللي بتتكلم قاعدين بتوجه الكلام لشخص معها فبالتالي هون لازم يكون professor capital letter زي ما احنا شايفين so professor يعني بتوجه له الكلام could you say a bit more about this psycho geography فهون professor حطينا الاول حرف capital لانه مخصصين او محددين مين هو البروفيسور اللي موجه الو الكلام so نشوف المثال التالي three two one it is about how to be a good engineer okay it is about how to be a good engineer لاحظوا هون اللي بروفيشنل انجنير منحكي قاعدين بشكل عام ما تبعها اسم شخص معين فبالتالي هون اسمول لتر تعتبر كومن ناون وليس برابر ناون وهيكم نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة